مرحبا بكم مشاهدين الكرام في مواعد نشرة حوال التقسي طلع عليكم من قناتكم قناة الوطنية تيفي اذا نبدأوا نشرتنا الجوزة مشاهدين الكرام بصورة اللي اخترناها لكم نحب بكم احدى الاماكن الجميلة والسياحية بامتياز اليوم رحنا بكم الى صحراء الجزائر بالضبط من اليزي الوضعية المرتقبة ان شاء الله مشاهدين الكرام مع فجر نهار الغد الجمعة اذا اطرابات جوية رح تستمر ان شاء الله شادنا اطرابات جوية امطار غازيره بدات من اليوم الثلاثة الاربعه رح تستمر حتى نهار الخميس ان شاء الله امطار خير في الموعد على عنا بطار في سكيكدا كان ولاية تحت توقف فيها الامطار لكن تكون تبقى اجواء غائمة مع بعض الزخات من الامطار على الجزائر بومردا ستيبازا زيرالدا امطار شرح تكون في الموعد بيدني الله على الاقسنتينه على البويره على بجاية يزيوزو امطار على السطيف على خنشلة على رس الود على الجلفه حتى الاخترابة مع البيض مش اليوم عامه تبقى اجواء غائمة دون فعالية خاصة على شمل الصحراء من الناحية الغربية للوطن اللي عم الصفاء على غلبية الولايات الصحراء بيها ونشوفوا درجات الحرارة ان شاء الله مع فجر نهار الغد الجمعة تبقى درجات حرارة منخفضة خاصة المشاهدين الكرام على ولايات الهضاب العلجة ونسجلوا مقياس اذا من خمس احتر واحد درجة عشر درجات على الجزائر سبع درجات على الشلف خمس درجات على المسان حتى منطقة الغزوات نسجلوا تسع درجات على بشار عشر درجات على غردايا حداش درجة على ورقله و اتناش درجة بوسط الصحراء عين صالح الوضعية المرتقبة ان شاء الله وبإذن الله بعد ظهيرة نهار الغد الجمعة تستمر الامطار على الولايات اللي سبقوا وذكرناها ان شاء الله تبقى اجواء غائمة على الجزائر على الشلف كذلك على منطقة الغزوات دون فعالية على شمال الصحراء من ناحية الغربية تبقى اجواء غائمة دون فعالية لعم الصفاء على جول ولايات الصحرابية من نسبة لي درجات الحرارة ان شاء الله درجات حرارة فصلية البرودة تبقى في الموعد اذا على اغلبية الولايات السحلية الداخلية ولايات الهضاب العليا على شمال الصحرات تلحق 24 درجة بنئويا 25-25 درجة يعني بنيع باستا بالبالاست 20 درجة على اليزي و 19 درجة باقصى الجنوب حل بحث ان شاء الله لنهار الغد الجمعة للملاحة والسيد البحري يبقى مفطار بهايج خاصة المشاهدين الكرام على سواحل العوانه تنس دلس على سواحل الشرقية الهنات تلحق صورة الرياح من 60 حتى 40 كم في ساعة على سواحل الشرقية ان شاء الله ستكون الشمالية غربية ترجع شمالية تماما على سواحل العوانه حتى تنس دلس الى جنوبها على سواحل الغربية مشاهدين اللي هنا نلحقنا ختاما عند نشرتكم الجوية اللي نهار الغد نخطبوها بالورقة الجوية بالورقة الفلكية اقول لشنق وغروب الشمس على الجزائي العاصمة وضواحيها ابقاوا على خير بقاوا مع برامج وطنية تيفي تبتوا في رعاية الله وحفظه